لا تقف أزمات العراق عند الصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية والأمنية فحسب بل تتعداها إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية عن تلك القضايا لا سيما على ضوء الإحصاءات التي تكشف عن نسب عالية من الأمية التي تسجلها البلاد عاما بعد آخر بين مختلف الفئات العمرية لجنة التربية النيابية دقت ناقوس الخطر بسبب استمرار سياسة تجهيل المجتمع العراقي ووجود 11 مليون أمي مع توقع ارتفاع عدد الأميين في العراق خلال السنوات المقبلة بناء على نسب المتسربين من المدارس والوضع الاقتصادي المتردي ولا يمثل تصريح اللجنة جديدا فطالما حذرت النخاب الوطنية من سياسة التجهيل المتعمدة من قبل الحكومات المتعاقبة والعمل الممنهج من قبل قوى وجهات سياسية وطائفية على إبادة قطاع التعليم تربويون كذلك حذروا من أن عملية التجهيل المتعمدة للمجتمع العراقي من قبل جهات وقوى سياسية وطائفية تعمل على إبادة التعليم من أجل تفكيك المجتمع العراقي وبالتالي سيطرة عليه سياسيا يؤكد التربويون صعوبة حصر أسباب زيادة الأمية في العراق لكثرتها إلا أن أبرزها كان الفساد في قطاع التربية منذ عام 2003 وهذا ما اعترف به رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي إذا أشار إلى أن عوامل سوء الإدارة والفساد وعدم وجود كادر حقيقي للتربية كلها عوامل أسهمت في تدني مستوى التعليم اتساع الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي أدى إلى عدم كبح نزيف التسرب من المدارس وبالتالي صب هذا التسرب في ارتفاع نسب الأمية ووصولها لأرقام خطيرة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تول اهتماما بالمؤسسة التربوية التي تخصص لها بحدود 1.7% فقط من الموازنة الكلية وليس ذلك عن عبث وإنما هي خطة ممنهجة لإخراج الشباب العراقي من دوره الحضاري